إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه في هذه الحلقة سنتكلم عن الأمية وسلطة الكهان المنحرفين يقول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ها نحن أمام تقاب الكفتين كفت مجموعة سنسميهم الأميين ومجموعة ممن يكتبون الكتاب بأيديهم ولكن لا يرعون الله عز وجل فيدعون من ما يكتبون هو ما قاله الله عز وجل هو مراد الشارع هم ينطقون باسم الله عز وجل ويكتبون هذا وينشرونه على العوام تقابل معادلة العوام مع معادلة الكهان المنحرفين أمر خطير جدا وقابل للحدوث في كل الأديان فمن جهة ظاهرة الأمية تعني أن الإنسان لا يستطيع أن يطلع على الكتاب مباشرة لأنه لا يستطيع أن يقرأ في العصور الوسطى لما دخلت الديانة المسيحية إلى أوروبا قرر الكهنة القساوسة الكنيسة قررت أن الكتاب المقدس يكتب باللاتينية ولم يكن يقرأ باللاتينية أحد في أوروبا فحصرت الكتاب المقدس في أيدي فقط من يقرؤون اللاتينية من رجال الكنيسة وأصبح أيضا من المهم جدا أنك أنت لا تتعرف على الدين إلا من خلال الكنيسة أنت ما تستطيع تتجه لقراءة الكتاب مباشرة والتعرف عليه ما تعرف خطاب الله سبحانه وتعالى أن تقرأه أنت منفردا وتنظر إليه يجب أن تمر عبر الكنيسة لفهم الكتاب المقدس وللاطلاع عليه هذه الظاهرة ظاهرة احتكار الكتاب المقدس وظاهرة وجود الأميين الذين لا يقرؤون ظاهرة في غاية الخطورة لأن هؤلاء الأميين هم الكتلة الكبرى من البشر في أي مجتمع من المجتمعات البشرية على الأقل في العصور اللي الناس لا يقرؤون ولا يكتبون ما زالت عندنا نفس الظاهرة لأن الناس حتى اللي تعلمت تقرأ وتكتب لا تبذل جهدا أن تتعرف بذاتها على مراد الله عز وجل منها هي تحتاج إلى وسيط يوصلها إلى النص لكن لما تكون أمية أمية مطلقة من السهولة بشدة أن الإنسان يصبح أيضا مقلدا مطلقا يعني هو يتبع فقط من يخبره أن الله يقول كذا أو أن الله يأمر بكذا أو أن هذا الأمر الصواب في كذا فهو يتبع ما يقال له ليس عنده عقل يفحص به الأمور فيعتمد بالكامل على سلطة الكاهن هذا الذي كان يحدث في أوروبا ويحدث في كل الأديان الموجودة عند البشر لأن الإنسان غير المتعلم يقول لك يعني إحنا عندنا المثل المشهوري يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم الأمية تورث ظاهرة خطيرة جدا اللي هي الطاعة وسهولة التوجيه يعني عندما يخطئ العالم أو يخطئ الكاهن أو يصاب بما يصاب به البشر من تعصب أو من رؤية ضيقة للحياة أو من خلل في فهم الحياة ثم يطلق فتوى أو يطلق رأيا أو يطلق قولا يتلقفه العوام باعتباره الدين ويسلكون وفق هذا الرأي الذي يطلقه هذا الكاهن الذي يتبعون فإن كان أمر بشر عم الشر في البلاد كلها في أوروبا مثلا لما خرجت فئة من داخل الكنيسة المسيحية مارتين لوثر فيما يسمى بحركة الاحتجاج الأوروبية اللي يطلق عليه بعدين البروتستانت البروتستانت بروتست بالانجليزي يعني محتج والبروتستانت هم المحتجين اللي احتجوا على سلوك الكنيسة وتصرفاتها وأرادوا أن ينشئوا فضاء للدين يتصل الإنسان فيه مباشرة بالكتاب المقدس بدون وسيط وأن ينشر الكتاب المقدس باللغات الأوروبية حتى يطلق عليه الناس هذا الموضوع اللي متعلق كيف قابلته الكنيسة الكنيسة جيشت ضد هؤلاء كل العوام في أوروبا ونشأت دائرة حروب امتدت أكثر من ثمانين سنة في أوروبا أو يزيد وانتهت بعد مقاتل فضيعة وحروب كارثية ودماء يعني انتشرت في كل أوروبا إلى ما يسمى صلح فيسباليا أو صلح الاتفاق على حرية الأديان لم يكن لهذا المسلك أن يحدث لو لا وجود العوام ووجود الكاهن الذي يصرفهم في الاتجاه الذي يريد فيحدد لهم ما هو الصواب وما هو الخطأ مسلك الدماء والقتل لم يستطع الناس أن ينتبوا أنه يغرقون في الدم ولم يخرجوا من الدم وأنه بعد سنوات طويلة ثمانين تسعين سنة من الدماء سيعودون إلى نقطة الصفر للاتفاق على حقيقة بسيطة أن الأديان لا تفرض بالقوة إنما تفرض باختيار البشر هذه القدرة الهائلة للكهان على توجيه العوام يعالجها النص هنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية ظاهرة التعصب هي بنت هذه الأماني هؤلاء الناس الأميين يعتقدون أنهم يعلمون من الدين الكثير بسبب ما يقال لهم من معلومات تأخذ طابع الدين ولغة الدين فيعتقدون أن هذا هو الدين الحق كيف تزال هذه السلطة على عقول الناس بدون انتشار العلم والمعرفة كيف تضبط عملية انحراف الرهبان والكهان عندما يخطئون المسار فيقودون العوام إلى الكوارث والطوام لأنهم يستخدمون كل أدواتهم المتاحة هنا القرآن الكريم يتكلم عن أناس يحرفون الكلمة عن مواضعه يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ظاهرة نسبة الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرة في غاية الخطورة يكون للإنسان رأي أو قول أو فهم من الأفهام ولا يقول للناس أن هذا فهمي ورأيي وظني إنما يقول لهم هذا مراد الله وهذا قول الله وهذا عين النص الذي سأذكره فيما ذكرته من دليل ورأي والفارق بين النص وبين الرأي الذي نستنتجه منه فارق كبير هو فارق المنهج فنفس النص قد يتصل به أكثر من شخص بمنهج مختلف فيخرج بنتائج مختلفة فما نصل له من نتائج هو جهد بشري وليس ذات النص ولكن في هذا المثال الذي أمامنا الكهان يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ما نكتبه هو ذات مراد الله سبحانه وتعالى والعوام ينقادون لمثل هذا المسلك الخطير جدا لا يمكن أن يتزال قضية هذه الظاهرة إلا بانتشار العلم والمعرفة في حدودها التي تسمح للإنسان بأن يتفكر فيما يقال له وينظر فيما يعرض عليه ويستطيع أن يوازن لأنه سيقبل على الله فردا وكلكم آتيه يوم القيامة فردا فمن قتل ومن فجر ومن ضرب ومن ظلم ثم قال والله لقد قيل لي أن هذا دين هذا لا ينجيه أمام الله عز وجل لأنه كان مفروض أن يتفكر ويتأمل ويتدبر ما هو مراد الدين فكلما وسعنا دائرة العلم ومعرفة الناس بضروريات الدين واقترابهم من الدين وقراءته والنظر فيه حتى يستطيعوا أن يحكموا لأنفسهم كلما قلت هذه الظاهرة ظاهرة تحكم الأحبار والرهبان عندما ينحرفون في جموع العوام التي تستسلم لمقولاتهم وآرائهم هذه القضية الخطيرة يشير إليها القرآن الكريم هنا وهي ليست خاصية ببني إسرائيل ولكنها قد تحدث لأي من المجتمعات البشرية التي نعيش فيها اليوم هناك مسؤولية كبيرة وضخمة في مجتمعاتنا لانتشار ظاهرة العنف وظاهرة القتل وظاهرة الحروب الأهلية واشتراك قطاع كبير جدا من القطاعات الدينية في هذه المعارك لقضية الانتباه لهذه الظاهرة الخطيرة جدا المماهة بينما يقوله الناس الذين يتحدثون باسم الدين وبين الدين في الحقيقة يجب أن لا تترك عقول الناس لمثل هذا الاستسلام السهل لهذه السلطة القاتلة سننهي هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل عند هذه النقطة وننتقل إن شاء الله إلى فكرة أخرى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء في حلقة قادمة وإن شاء الله عز وجل نلقاكم على خير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا